السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم حبابي معي في قناة جي جي هندي ميد اليوم سننفذ هذه الشنطة هذه الشنطة كما تعرفون ملهج فيديو ففضل الله صمتها لكل حبابي يارب تعجبكم إن شاء الله هي حجمها جميل جدا وغرزتها سهلة قوي حجمها جميل جدا لبنات الصغيرين لو حابين يعملوا حاجة بسيطة يبقوا شايلينها معاهم كروس كده يعني زي ما حضراتكم شايفين في مساحتها من جوا يعني أنا ما عملتها أخدت مني خوالي ثلاث شلات من خط الإطام أو ممكن أقل كمان من حوالي ثلاث شلات يعني ممكن تاخد اثنين ونص أو ثلاثة إلا يعني حاجة بسيطة جدا وراحة بسيطة جدا ونعمل بسيطة جدا بسيطة جدا هذه الشنطة أخذت مني حوالي ثلاث شلات من خيط القطان نحتاج معنا الإبرة أنا هنا مستخدمة إبرة مقاس أربعة ومعنا طبعا المقاس كمان اليد بتاعت الشنطة أنا مع الشنطة البيج استخدمت يد الهيندي أو سيتان ممكن لنفس اللون أو باللون تاني على حسب ما تحبي طبعا كمان معنا اليد السلسلة سواء كانت الداهب أو الفضي بالطول برضو اللي بتفضليه وما تنسيش تثبيت في آخرها الجنش اللي أشبكه في الحلقة اللي بجانب الشنطة يمكن تسريح لدي اثنين مع بعض ويجبكيه وترحميه مع بعض لأن هذه الحلقات ممكن تفتح بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ بعمل الشنطة مع بعض الشنطة عبارة عن ثلاث أجزاء عندما أقوم بعمل هذه الشنطة قمت بعملها كثيرا كما قلت لحضرتك الجزء القدامي عبارة عن شكل بيضاوي هذا الشكل بيضاوي يحدد الجسم الرئيسي للشنطة فالطور الذي سيبتدي به مهم جدا لأنك لو طويلت عن هذا الشنطة سيكبر ميزة الشنطة حجمها صغيرة نحن نعرف أن الشنطة الصغيرة أتمنى أن يكون مهم جدا فعندما تقوم بعمل هذه الشنطة سيبتدي بعمل هذه الشنطة سيطور الجزء وبالتالي سيبتدي تغيري في العدد بتاع الثلاث أجزاء لكي تركبيه سواء الجزء القدامي أو هذا الجانب فأخذ بالك بسم الله الرحمن الرحيم سيبتدي بحوالي 18 سلسلة وهو العدد المناسب لطول الذي ذكرته سيبتدي بحوالي 18 سلسلة سيبتدي بحوالي 18 سلسلة الأجزاء سيبتدي بحوالي 18 سلسلة أحاولت أن أقوم بعمل مثل الصورة التي كانت موجودة سأبدأ في السلسلة الثانية سأدخل الإبرة في الخيط سأسحب على السلسلة التي سأدخل الإبرة فيها سألفي الخيط ثلاث خيط على الإبرة سألفي الخيط و أدخل الإبرة عن سلسلة واحدة أدخل الإبرة عليها سلسلة واحدة تحت الخيط الأولين سأدخل الإبرة أدخل الإبرة في السلسلة الثانية على طول أدخل الخيط أنا أفكر أن أسمتها غرزة السومبولة لأنها شبيهة جداً بغرزة السومبولة أدخل الإبرة تحت الخيط أذهب إلى السلسلة الثانية أسحب الخيط أدخل الإبرة أهو معاكي وقتاً وقتاً أدخل ثلاثة معي على الإبرة أسحب الخيط في الثلاثة مع بعض أدخل الغرزة أدخل الغرزة أحدثي أن أستعمل ثلاثة مع بعض أستعمل في الثلاثة مع بعض أدخل حتى من أمر السلسلة الثانية أدخل الإبرة تحت الخيط اضغط الابرة ثلاثة اضغط 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 في اخر سلسلة اضغط 3 غرص اضغط اضغط الابرة تحت لفة الاخيرة سوف أحاول أنهي تحت الشغل سأعمل هذه السلسلة ورزة واحدة ثلاثة 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 رزة ثلاثة ثلاثة سنكمل سنكمل السلسلة الأخيرة سوف نقوم بها ثلاثة سوف نقوم بها ثلاثة سنكمل 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 كفق سنksam من العمور سنضيف سنieurs سنقوم بالضاء سنقوم بها ثلاثة سنقوم بغلاء سنقوم بصف اسم سنقوم ب posting ثم نزيدت منها ثلاثة من ثلاثة من السلسلة ثم نحيط صف الأول نقوم بشكل عادي نحن نزيدت من هذه الثلاثة هاخد الخيط هنا كده وهروح في السلسلة دي وهقفل اول سطر اه التلاتة قدامي اه واحد اثنين ثلاثة تمام هعمل السلسلة واحدة وهطلع الصف التاني انا كده خلصت اول صف دي المستطيل بتاعها انا عندي هنا زي ما قلت واحد السلسلة اهي اثنين ثلاثة هبتدي اول تزايد اول واحدة قدامي هنا هعمل اثنين مع بعض دي واحد هالف القبرة تحت الخيط ده انا عندي هنا اثنين تمام اشتغل عادي اشتغل عادي اشتغل عادي اشتغل العادي اشتغل عادي اشتغل عادي بفتي مباشرة اخر اكتغل عادي اشتغل عادي يجب أن تلفي الخيط على الإبرة سأدخل في السلسلة سأسحبه أخذهم الثلاثة مع بعض أكمل عادي سأقوم بأخذ أول خطوات في التزايد لكي يجب أن تلفي الخطوات أسأل الثلاثة مع بعض ادخل الثلاثة 2 3 1 2 ثم اقوم بأماكن ثقافي اضع الابرة اضع الابرة اضع الابرة اضع الابرة في السلسلة سأقوم بأمودة سأفعل سلسلة كمان اهي انا عندي هنا اثنين اول اثنين سأفعل اثنين كمان مع بعض في السلسلة دي كمان وهامل اثنين كمان اخر اثنين في التزايد اهي اهي اثنين اثنين اشتغل عادي انا بدأ تأول اثنين هنا فكرة يبقى لسالي اثنين هنا واثنين هنا هشتغل دول وارجع لحضرتك عشان نشوف التزايد هنكمله ازاي في الصف الثاني ونقفل الصف الثاني ان شاء الله صف الثالث بدأنا السطر باثنين لو تفتكنا هدخل الابرة بتاعتي تحت الخيط هنا وهروح للسلسلة دي وهقفل الصف ده في هذه المرة حتى تنفيذ ايضا ادخل الصف الثاني مع بعض ادخل صف الثالث ادخل الصف الثاني ادخل الصف الثاني السطر الثالث التزايد معنا طبعا هنعمل سلسلة عشان نطلع الصف اللي بعد كده معليش يا جماعة انا عايزوك بس تركيزوا معي الغرزة سهلة جدا هي المشكلة بس نركز في التزايد احنا كان عندنا هنا اتنين 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 تمام وعملت زيهم هنا كمان في الجنب ده عندي دلوقتي ثمان غرز قدامي او ثمان ثلاثل قدامي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ثماني الجزئية دي اللي هي بتمثلي المنحنة اللي قدامي له لو هتتلخبطي تقدر تستخدمي اللي هي علامات الغرز تمام من جنب ده ومن جنب ده التزايد في الصف الثالث هيبتدي يبقى اتنين واحد اتنين واحد اتنين واحد كررتها كب مرة كررتها اربع مرات ثاني اتنين واحد اتنين واحد اتنين واحد تمام اتنين واحد ابدأ الى الصف اتنين واحد فقط انا اسفة بكرر كثير ما عليش بس عثنان تطلخبطيش اول واحد هتبتدي هي هنا اولي هطلع بيهم هيبقى اتنين مع بعض اهو وبعد كده واحد اثنين مع بعض وواحد هشتغل عادي خالص ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تسمينا نانسي قنقر واحد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نكمل الصف لا أقفل الفيديو بدايات التزايد نغير علامات نعملها مع بعض أنا بدأت هنا كنت بدأت بأثنين وواحد وأنا قلت ثمان سلاسل نرى هنا كده واحد اثنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع لا هبتدي من هنا مش من السلسلة دي مش من دي واحد اثنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية نحن كده صح نحن كده واحد كده سبعة مع أثنين وواحد 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 كده وواحد وواحد ثم نقفل السطر 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 اثنين واحد واحد بمعنى ان الصفر لبعد كده هبتدي اثنين واحد واحد احنا طلعنا الصف الرابع باثنين واحد واحد هنكمل عادي خالص لغاية ما يجي الهنا والى حضرتك هنكمل ازاي عشان اكمل التزايد بتاعي في الصف الرابع احنا بدأنا باثنين قلت واحد واحد طبعا مش باين هنا الواحد واحد لان انا مكملة الشغل عادي انا بدأت باثنين صح كده تمام من اول هنا بقى اخد بالي شايف حضرتك مش احنا كنا عملنا في الصف اللي قبل منه اثنين واحد اثنين واحد الطرف بتاع الاثنين ده اللي هما الاثنين اللي مع بعض هنا دول السلسلة اللي قبل منها على طول هي دي اللي هبتدي فيها التزايد تاني السلسلة اللي قبل منها على طول هي اللي هبتدي فيها التزايد سوف نقوم بإثنين واحد واحد هذا هو التزايد الذي في الصف الرابع اثنين مع بعض بعد ذلك عندي واحد واحد نقوم بإثنين نقوم بإثنين نقوم بإثنين واحد 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 من الذات تحت نقوم بإثنين اخذ اثنين معي اهم مع بعض هنا هنا يبقى فيهم التزايب تصف الرابع اثنين واحد واحد وهكمل الاخر هنكمل بغاية ما هنيجي شايف هدول الاثنين مع بعض من تحت هنا هنا هبتديل الاثنين بتوعي تعالي كده نشوف انا مش صحة ولا غلط اثنين واحد واحد اثنين واحد 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 اخر اثنين معايا واحد واحد هنا اخر اثنين معايا الي بدأت اليوم اهما بغاية التزايب سننهي الصفحة 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 المهم ان احنا لما بنطلع من البتدي بالتنيه تبتدي التزايد اول ما بتشوفي اثنين مع بعض انت اشتغلتيهم في السطر اللي قبل مني انا عندي هنا اثنين اهم اول ما بدأت التزايد بدأت هنا صح ؟ انا شغالة في الصف الخامس مزبوط اول اثنين مع بعض اهم يبقى التزايد بتاعي هيبقى في السلسلة اللي فوق منه على طول اهم اثنين هنا هم السلسلة اللي فوق منه على طول يبقى اثنين واحد واحد اثنين واحد 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 اثنين واحد 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 اثنين في이어 يأتي هم السلسلة اللي فوق من الخارج هذا مجد تزايدا احناピسة çفرات واحد 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 ثلاثة لو لقيت التزايد تحت من ايدي السلسلة كده هاي قدامي فوق بقى كده ماشي مزموط دين واحد واحد ثلاث واحد دين مزموط مع بعض ثلاث واحد 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 ثلاث دين تحتهم مع بعض التزايد بتاعي في الصفة اللي فوق منه هيبقى فوق هاته في السلسلة دي ثلاثة وحايد وحايد سمحوني أنا أقرر كثير بس عشان أحفظك البطروني ثلاثة وحايد ثم نأخذ وحايد ثلاثة وحايد ثلاثة وحايد ثلاثة وحايد نبتدي مع بعض الصف السادس مع بعض طبعاً كما اتفقنا نبتدي باثنين مع بعض واحد اثنين نكمل وحيد عادي في الناحية ليس بيبان التزايد معي اللي هو الناحية اللي انا بابتدي بها عادي هيبتدي التزايد او هيوضح معي من اول هنا انا كل اللي ابتدي بيه اثنين بس وبعد كده وحيد عادي ده تقريباً نصف السادس صح كده هبتدي التزايد من فين؟ اول ما شوف الاثنين اللي انا عملاه في الصف اللي تحت اللي انا بشتغل فيه ده هبتدي التزايد بمعنى ادى اول اثنين قدامي اهو في الصف اللي قبل ان انا بشتغل فيه اهو اهو اشتغل في السلسلة هعمل اثنين كم واحد بقى انا اللي تحت كنت شغالة تلات وحايد واحد اثنين تلاتة هنا هيبقوا اربعة واحد اثنين تلاتة اربعة اثنين واحد اثنين تلاتة اربعة اثنين يعني اثنين مع بعض اربعة وحايد 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 اثنين ببتدي باثنين وبنتهي باثنين في كل صف هبتدي باثنين وبنتهي باثنين وفي كل مرة عدد الوحايد اللي بين الاثنانات بيزيت ففي الصف السادس عندي 2 4 وحيد منفردين 2 4 وحيد منفردين 2 4 وحيد منفردين 2 وبكمل شغلي عادي ده الصف السادس في السابع هيبقى 2 5 وحيد 2 5 وحيد 2 5 وحيد 2 تمام؟ الفكرة واضحة الصف الثامن هيبقى 2 6 وحيد التاسع هيبقى 2 7 وحيد لغاية موصل للعرض المناسب للشكل البيضاوي اللي معاه يارب تكون الفكرة واضحة لحظة عنكم هنتهي من الجزئية دي وان شاء الله أشوفكم في الجزء اللي بعد زي ما حدرتك شايفة أنا خلصت الجزئية دي اللي هو الباضي الأساسي للشانت بتاعتنا اللي هو الشكل البيضاوي طلعت بنفس التزايد اللي كلمتها ما حدرتك فيه ياريت بس تاخدي بالك زي ما انت شايفة القطعة طلعة مظبوطة معانا اهي يعني من فضلك يا جماعة خلوا بالكم من العدد بنفس الطريقة اللي انا اتكلمت ما حدرتك فيها بتمشي بالزبط عدد السطور اللي انت عايزاه في الاخر هتاخدي القطع البيضاوي دي بنفس الطول اللي قلنا عليه اللي هو واحد وثلاثين سنتي طول وثلاثة وعشرين او اربعة وعشرين سنتي عرض خلاص وده بيبقى حجم الشنطة بتاعك اه اخر سطر اه انا خلصت دول حوالي اه واحدين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشر احداشر سطر اخر سطر هيبقى من غير تزايد يعني الهداشر سطر دول لغاية السطر العاشر كنت بعمل تزايد بعد السطر العاشر ما عملتش اي تزايد عملت الغرزة عادي خالص من غير تزايد خلاص والحواف بتاعتنا هنا هنشتغلها يعني هنلف الخيط عليها تمام ورى لحظاتك ازاي دلوقتي جبت قبل تنظيف عادي بسم الله اشوفوا واحدة ثانية خلي الخيط يبقى طويل معاك شوية لان ده الخيط اللي هتثبيت بي الشرط اخر واحدة بس هقفلها اهي تمام هلف الخيط بتاعنا خوالين الغرز بالشكل ستبقى يجب أن نضع ورب للخيط أو للغرز بنفس الطريقة على كل الحواف الجزء البيضاوي هناك أدلوة